بعد أشهر على مقترح إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارات أخرى ضمن خطة التحديث الاقتصادي حسم رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني هذا الجدل بتأكيده أن الحكومة تراجعت عن إلغاء وزارة العمل وستتجه إلى عادة هيكلتها وتفعيل مهامها خصوصا في مجال التعليم وتدريب المهني عندما قدمت مقترحات لجنة تحديث القطاع العام في الشق المرتبط بهيكلة المؤسسات تضمنت هذه المقترحات وخارطة الطريق وهي سميت خارطة الطريق بالفعل لأنها لم تتضمن مخرجات وتوصيات لا يتم حقيقة تصويبها أو التراجع عنها إن أفضى النقاش العام الوطني بشأنها إلى استنتاجات مؤداها بأن هناك كتلة وازنة مستنيرة ومتبصرة ترى بأن هذه التوصيات قد جانبها الصواب في بعض أوجوه وبعد ذلك أجري حوار وطني أنيط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية ومحافظات الأردن بالكامل وجاءت التغذية الراجعة من نقاشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالشق المرتبط بدمج وزارة العمل والذي تضمنته مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام لتفيد بشكل جازم بأن هناك أغلبية كبيرة للغاية على المستوى الوطني لا ترى نجاعة أو حصافة في فكرة إلغاء وزارة العمل